تتواصل الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بتجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار عمل معبر رفح من الجانب المصري وشهد اليوم دخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود المتجهة لمنفذ كرم أبو سالم تأتي الجهود المصرية على رغم من الإجراءات الإسرائيلية التي تضع بعض المعوقات التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والمزيد يطلعن عليه محمود جميل مرسل تلفزيون مصري أهلا بكم وبكل أسادة المشاهدين لازلنا نتابع معكم آخر التطورات الإنسانية والميدانية من أمام بوابة معبر رفح البري والجهود المصرية المكثفة لزيادة عدد الشاحنات التي تتجه لقطاع غزة اليوم مصر جهزت أكثر من 200 شاحنة للدخول منفذ كرم أبو سالم ما دخل حتى هذه اللحظة نتحدث عن 50 شاحنة بالإضافة أيضا إلى التطورة الجديدة اليوم وهو دخول شاحنات السولار نتحدث عن 8 شاحنات للسولار لكن مصر تجهز عدد كبير من المساعدات المصطف خلفي أمام بوابة معبر رفح البري وبها عدد كبير من المساعدات سواء كانت الغذائية أو حتى الإمدادات الطبية ولكن قلة العدد الذي يصل إلى منفذ كرم أبو سالم يعود إلى إجراءات التدقيق والمراجعة التي تأخذ وقت طويل من قبل الجانب الإسرائيلي وهنا نقطة هامة وهو رفض الاحتلال الإسرائيلي لبعض الشاحنات وأيضا تكدس بعض الشاحنات الموجودة أمام منفذ كرم أبو سالم وبالأمس رأينا بعض الشاحنات التي عادت محملة بأطنان من الدقيق وبعض الشاحنات المحملة بإمدادات طبية وكأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني بعودة هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الحيوية التي هو بحاجة إليها إذن مصر لا تتدخر جهدا في تجهيز مزيد من المساعدات الإنسانية لدخولها لقطع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم هذه هي الصورة من أمام بوابة معبر رفح البري والآن أعود إليكم في الستوديو مرة أخرى